بسم الله الرحمن الرحيم الإقامة أولا عدد جمل الإقامة 11 جملة على المشهور من المذهب الحنبلي ثانيا صفتها أنه يحضرها أي يسرع فيها فلا يرتلها الله أكبر الله أكبر شدوان لا إله هدى الله شدوان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثالثا يقيم من أذن أي يتولى الإقامة من يتولى الأذان لأن بلال رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الإقامة وهو الذي يؤذن وهذا دليل من السنة رابعا أن يقيم في مكان سهلا أي يقيم في المكان الذي أذن فيه نص عليه الإمام أحمد رحمه الله أذان المميز المميز من بلغ سبع سنوات إلى سن البلوغ وسمم مميز لأنه يفهم الخطاب ويرد على الجواب ووجه الإجزاء أن هذا ذكر والذكر لا يشترط فيه البلوغ فإن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه قال بعض العلماء لا يجزي أذان المميز لأنه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه فقد لا يعرف متى تزول الشمس ومتى يكون نظل كل شيء مثله وغير ذلك وقال علماء آخرون إذا أذن معه غيره فلا بأس يعني إذا أذن ومعه غيره ممن يعرف هذه الصفات ويعرف الوقت فلا بأس وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه إلا إذا كان بالغا عارفا بالوقت وهذا هو الصواب والراجح والله أعلم ما يبطل الأذان والإقامة؟ قالوا يبطل فصل كثير بمعنى إذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الأذان ثم فصل بعد ذلك فصلا طويلا ثم قال اشهدوا أن لا إله إلا الله وكذلك الإقامة فهذا الفصل الطويل يبطل الأذان وكذلك لو حصل الفصل في الإقامة يبطل الإقامة ويستأنف من جديد أيضا يبطل الأذان والإقامة فصل يسير لكنه محرم يعني لو فصل لو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم فصل بين ذلك وبين قول أشهدوا أن لا إله إلا الله بشيء يسير بلفظ محرم كلعن أو سب أو نحو ذلك فإنه ينافي العبادة ويبطل الأذان ويبطل الإقامة مسألة الأذان قبل الوقت وهل يستثنى من ذلك شيء؟ الأذان قبل الوقت لا يجزي لأنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم يعني إذا دخل وقت الصلاة ويستثنى من ذلك الأذان للفجر بعد نصف الليل هذا على المذهب قالوا أنه يصح الأذان للفجر بعد نصف الليل وإن لم يؤذن في الوقت يعني إذا جاء الوقت لم يؤذن فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكله واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قالوا لكن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به والذي قال ذلك ابن عثيمين رحمه الله الجلوس بعد أذان المغرب جلوسا يسيرا حكم ذلك قالوا سنة يسن أن يجلس بعد أذان المغرب يسيرا وهنا سنتان الأولى أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والإقامة والثانية أن يكون الجلوس يسيرا واستدلوا على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة وهذا يدل على الفصل بين الأذان وبين الإقامة في المغرب مسألة الأذان للجمع أو لقضاء الفوائد هنا مسألتان نتحدث عنهما في اللقاء القادم